السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نرام حقيقات بعد احتفال سواريس بإشارة للهاتف وهل سخر سواريس من كومان بعد احتفاله وجاءت في تصريحة سواريس بعد الفوز على برشنا أبد المهاجم أتلتكو مادريد الأوروغواني لو سواريس عادته بالفوز على برشنا كما كشف حقيقة سخرياته من كومان عقبة تسجيل الهدف الثاني للفريق وقال سواريس أتلتكو مادريد للفوز على برشنا حيث سجل هدف الثاني في الممارد التطريقي السابع وقال سواريس في تصريحة تلفزيون عقبة الفوز على برشنا نحن بكل تأكيد سعداء بهذا الفوز من المهم دائما أن نحقق الفوز خاصة أمام الفريق مثل برشنا ولكن دائما نلعب من أجل أتلتكو سواريس تحدث عن لقطة عدم احتفاله بالهدف قائلا نعم كنت أعلم أنني لن أحسف بهدف هذا واحترامي وحب لزملائي السابع وفترتي في برشنا والظروف الصعبة التي يمر بها زملائي السابق وعن حقيقة سخريتهم من معارو نتكو مادريد عقبة الهدف قال سواريس الجميع يعرف أنني أحتفظ بنفس رقم هاتف ومع فعلته كان المزحة مع أبنائي وأتم المهاشم أتلتكو مادريد قائلا لقد عانينا في الممسوم الماضي لم يكن نجمه الحظ عندما فزنا بالقبة وأعتقد أنهم أن يحتفلون لويس تحقون ذلك وهم من يدعمون طبعا هذا جاء طبعا بالنسبة لاحتفظ سواريس قال الجميع يعرفوا أنني أحتفظ بنفس الرقم الهاتف وما فعلته كان مسحة مع أبنائي زعم أن لويس سواريس لم يعنيها لكوما أنا أظن أن لويس سواريس أوجه رسالة لرنالد كوما وليس لأبنائه في هذه الاحتفا طبعا هذا رأيي الشخصي نتمنى أن يعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك واللاك في الفيديو يأس لك كل جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر